تمكن صندوق العمل تمكين منذ تأسيسه عام 2006 من طرح مبادرات وبرامج للدعم في ضوء الاستراتيجية التي تتوافق مع الخطة الوطنية لتطوير سوق العمل واستطاع خلال عام 2023 دعم التطوير الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنميته من خلال دعم المؤسسات ورفع الانتاجية وتبني التكنولوجيا بما يسهم في تعزيز الاثر الاقتصادي والنمو المستدام منذ تأسيسه سعى صندوق العمل تمكين إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال توفير البرامج والدعم للمؤسسات والأفراد سيران على نهج استراتيجي بناء ينبثق من خلال الفهم العميق للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ومتغيرات السوق المحلية والتحولات الاقتصادية العالمية صندوق العمل تمكين تمكن من طرح المبادرات الرائدة التي تدفع الانتاجية وتسهم في تسريع عجلة النمو المستدام هذا العام من خلال اشراك العنصر البشري الوطني الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وأبرز عنصر للتغيير الإيجابي فقد تم دعم أكثر من 8800 بحريني من الداخلين الجدد لسوق العمل من خلال برامج دعم التوظيف وتجاوز عدد البحرينيين الذي تم دعم تطورهم الوظيفي أكثر من 12 ألف بحريني في حين تم دعم ما يفوق 5000 مؤسسة من خلال برامج دعم المؤسسات وشكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 57% من إجمالي المؤسسات الحاصلة على الدعم كما ويأتي العام المنصر كدليل حي على العمل الدؤوب الذي حقق العديد من المنجزات على أرض الواقع فقد تمكن صندوق العمل تمكين من الالتزام خلال عام 2023 بتقديم البرامج والخدمات ذات التأثير الكبير والتي أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي من جهة والنجاح الفردي من جهة أخرى من خلال تصميم برامج تلبي احتياجات السوق الحالية وتحقيق نتائج قياسية في دعم التوظيف والتدريب للكوادر البحرينية بالإضافة إلى الدعم الملموس نحو المؤسسات وتنفيذ الالتزامات اتجاه الخطط الوطنية بما في ذلك أهداف خطة التعافي الاقتصادي وخطة سوق العمل وتعزيز استخدام بيانات وإحصاءات سوق العمل ما ساهم في فتح أبواب جديدة أمام الابتكار والقدرة التنفسية والمرونة في السوق رؤية شاملة يتبناها صندوق العمل تمكين بهدف إنشاء بيئة أعمال محلية مزدهرة وذات كفاءات مؤهلة تحقق الأهداف التنموية للمملكة في شتى المجالات